مرحباً يا مرحباً السودانيون يخرجون مرة أخرى في الذكرة الأولى لمليونية الثلاثين من حزيران لكنهم خرجوا في هذه المرة يدعون لتصحيح مسار الثورة في 2019 بعد فضل الاعتصام أمام قيارة الجيش في ذكرى الثورة امتلأت العاصمة السودانية الخرطوم بقوات الجيش التي أحكمت السيطرة على أطرافها وجسورها ولم تسمح بأي أنشطة في وسطها تأتي هذه المليونية التي دعت لها لجان المقاومة ممن كان له السبق في تأجيج الثورة التي أطاحت بالبشير وحكومته مطالبة بالقصاص لقتلة الثوار وتعيين الولايات المدنيين وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي واستكمال محاكمة رموز النظام السابق بالإضافة إلى إجراء إصلاح اقتصادي عاجل تحت شعار تصحيح مسار الثورة وقف السودانيون بمختلف انتماءاتهم بين محايد ومؤيد ومعارض لهذه المليونية فقد أعلن الحزب الشوعي وتجمع المهنيين بتشكيلته الجديدة والتجمع الاتحادي وكتلة قوى الإجماع الوطني تأييدهم للتظاهرة ومطالبها بينما رفض حزب الأمة القومي وتجمع المهنيين بتشكيلته القديمة لهذه التظاهرة تجمع المهنيين السودانيين قال إن المظاهرات المليونية تأتي لاستكمال أهداف الثورة وتصحيح مسارها وإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب وليست للاحتفال أما حزب المؤتمر السوداني فاتخذ موقفا حياديا فلم يعلن أي موقف من الدعوة إلى التظاهر بينما رفضت لجنة الأطباء المركزية وبعض النقابات الطبية الموالية للثورة فكرة التظاهر خشية تفشي وباء كورونا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قال إن حكومته الانتقالية ملتزمة بالسعي لإسكات الرصاص وجدل البندقية في السودان وأن حكومته تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وسط تلك المطالبات بتصحيح مسار الثورة وتحقيق الحرية والسلام والعدالة فإن هناك قوى أخرى تنادي بإسقاط حكومة حمدوك وتتهمها بالفشل وهكذا ينتظر الجميع كفة الترجيح